إذن هذه المخاوف التي عبر عنها العاهل الأردني هي بخصوص الأخبار المتداولة عن سحب روسيا عدد من قواتها من سوريا هذا الانسحاب الذي وصف بالجزئي للقوات الروسية من سوريا وتسليم مواقعها لميليشيات إيران ليس إلا مبالغة إعلامية وفق خبراء بالشأن الروسي فوفقا لهؤلاء سحب روسيا جزءا مهما من قواتها في سوريا لتعزيز جبهتها القتالية في أوكرانيا لن يؤثر على الأرض فتقليص القوات لن يؤثر على القدرة القتالية طالما أن القوات المنسحبة غير فاعلة أي لا تخوض معارك ووصف الخبراء حضور القوات الروسية في سوريا بالدائم وبالأمر المنتهي بالنسبة إلى موسكو يتي ذلك وسط تشكيك فيما سمي تسليم وإنما هو جزء من لعبة إقليمية روسية قد تشمل توسيعا جزئيا للحضور الإيراني في بعض المناطق لثيما أن تعزيز حضور إيران في مواقع يديرها الروس سيضع قواتها في مرمى الضربات الإسرائيلية وأضاف مراقبون أن تخفيض حجم القوات الروسية العسكرية على مستوى الأفراد في سوريا هو موقع وأن السياسات الروسية في سوريا تحددها حصيلة عمليتها في أوكرانيا وكانت مصادر عدة أكدت تسليم روسيا ثانية أكبر مستودعاتها العسكرية الواقعة شرق حمص لميليشيا حزب الله وقوات من الفرق الرابعة التابعة للنظام والموالية لإيران كما أرسل الحرس الثوري تعزيزات عسكرية في إبريل الماضي إلى مطار دير الزور العسكري قاعدة الروس العسكرية شرق سوريا هي استغلال الظرف العسكري الذي تعيشه موسكو غير أن مراقبين أكدوا عدم إمكانية تخلي روسيا عن بعض المناطق كمطار حميم، ميناء طرطوس وغيرهما لأسباب سياسية لا عسكرية ترجمة نانسي قنقر